التركيبة والتكوين بتاع مرحلة الناشئة قبل القدوم للقاهرة هو اللي أدى إلى أنه يبقى فيه إصرار كامل أنا داخل المعهد يعني داخل المعهد وهي النتيجة الحدوتة اللي قلتها لي الحقيقة أنا كنت عاوز أدخل معهد الكونسرفاتور لأنه كنت متأثر جدا بالدكتور حسين فوزي ده أحد أساتيزتي غير المباشرين أنا كنت أقرأه في ملحة الأهرام الملحة الأدب بتاع الأهرام وكنت أسمعه في البرنامج الثاني في الإزاعة وأنا بعزي في كامانجا فكنت أؤهل نفسي أن أنا أدرس موسيقى موسيقى السينفونية يعني أو موسيقى اللي يقول عليها الغربية في المعهد الكونسرفاتور ولما جدت هنا صدمت لما رأيت المعهد لأنه لأيه مستوايا لا يؤهلني لدخول مرحلة العليا درست موسيقى دراسة صعبة وعايزة دراسة من الابتدائي فأنا ممرتش بداه كنت بعزف يعني المبادئ الأولى الآن كمان وكده يعني المستوايا لا يؤهلني لأنه ألتحق بالمرحلة العليا وصدمت واتجهت إلى الفنون المسرحية لدرست التمثيل ويعني ما كانش سهلة الحكاية لأنه ما كانش معاه وسطة ومعظم اللي متقدمين جايين بوصايت ولذلك لما نجحت حطوني على الاحتياط أنا وتمانية وروحت أقدمت المعد السينما فدخلت المعد السينما من غير وسطة حلو ولكن برضو ما استسلمتش وأصريت أدخل الفنون المسرحية وتقدمت للوزير هناو في الدور أظنني كان الثامن الوزير الدكتور محمد عبد القادر حاتم الله رحمه كان وزير الثقافة والإرشاد القومي قدمت الشاكوى باسم التمانية دول وتصور أنها قبلت ونظر فيها ووجهوا أمر للعميد قالوا إقبر الطالبة دول طالما هم نجحين وفعلا وقبلت تمانية آه قبلنا